السلام عليكم تمنى تكون على خير بصحة جيدة مرحبا بكم مرة اخرى على القناة اولا بريت نقول لكم بروك عيدكم وخاجت معطلة شوية قلولي ماشي شوية بزاف المهم كانت عندها شي ضروف شخصية لما قديتش اناني نبرك لكم العيد ونحط شي فيديو اليوم جيت لكم بواحد الفيديو اللي سولتوني عليه بزاف وسولتوني على رأيي فيه كذلك هو الصيام المتقطع شحال من واحد سمين جرب شحال من الريجيم ومدر اللي هوالو هو انا ديجا حطة الريجيم اللي انا درت شخصيا انفعني بزاف مع رياضة طبعا كيبقى نظام غذائي صحي وعندو نتائج مبهيرة غدي نخليه لكم في البطاقة الفوق اللي مازال ما شافوش كنصحو يمشي يشوفو حيت كنشرح فيه كيفية عمل جسم ديالك وكيفاش نعاونه يحرق الدهون بالصور وبالتفصيل ولكن كانين بعض الناس اللي كيقلبوا على نتيجة اسرع كيمشي للصيام المتقطع ديما كنسمعو باللي الفطور صحي وباللي هو اهم وجبة في اليوم اللي ضروري ناخدوها ولكن كان بعض الناس كيقول الى فطرت كنحس بالجوع كتر على طل النهار وهو خاصنا نعرف بعدها انه وخا ناكله على طل النهار ماشي هدا هو المشكيل اللي ما كيخليناش نقصو الوزن انما هو عدد السعرات اللي كنناخدو في النهار يعني ممكن ناخدو حتى الست ديال الوجبات في اليوم بعدد سعرات قليلة ونخسرو الوزن بحل فيديو اللي كانت حطيت ديال الروتين يوم كامل من الاكل الصحي غادي نخليه لكم في البطاقة الفوق اللي مهتم وممكن ناخدو غير وجبة وحدة في اليوم وتكون ديسيمة وحامرة سعرات يعني السعرات اللي احنا محتاجين النهار كله كان ناخدوه في وجبة واحدة او اكتر وما كتخليناش ننقصو الوزن طبيعه اذا هاد الضيت اولى الريجيم الصيام المتقطع شكيدير كيخدم بعض الانزيمات والهرمونات اللي في جسم كتزيد من حرق الدهون وهذا النتائج المبنية على دراسة اجريت على خمسين شخص 29 منهم كانوا نساء و 19 منهم كانوا رجال واتبتت هالدراسة في اخر هاد النظام اللي هو الصيام المتقطع المدة شهر انه كان عندهم نسبة اقل من الدهون على قبل نسبة اقل من انتشار الخلايا السرطانية وكذلك نسبة اقل من تخزين السكر في الجسم الانسولين كان ارتفاع دياله بشكل اقل وايضا عندهم حماية من انهم ارجعوا يكتسبوا الوزن الاول اللي طيحوا اذا هاد الريجيم مناسب بزاف الناس اللي ما كيبغوش يفتروا دابا غادي نمشي ونحاولو نعرفو شنا هو الصيام المتقطع كيفاش نطبقوه هو الكنسبت دياله هو انه نصوم 16 ساعة وننكلو 8 ديالساعة اولا مني كنكونوا صايمين جسم ديالنا كيتغيرو فيه ببعض الهرمونات ومنيا ما كيكونش عندي سكر في الدم الجسم كيمشين مخزن السكر اللي كين如果 مبيتك في الجريض يعني الكلايكوجين يعني كان ناخده الكلايكوجين من الكبيد كنكسروه كنوزوه في الجسم باش يعطينا الطاقة من بعد مني كيسالي هاد никто هاد السكر اللي في الكابيد كان نمشي لدهون المخزنة في الجسم باش تاهيه اتضا عطينا الطاقة يعني في الاول كان نمشو السكر اللي في الكابيد من كيسالي كان نمشى على مخزون الج bakery لأنه مضة الصيام طويلة. داك شي باشي الجسم في ساعة كي سالي داك الكميات السكر ومبعد كيمشي الدهن. وهو احنا هاد الشي اللي بغينا. ولكن خاصي كون تبع هاد النظام بطريقة صحيحة. يعني ماشي نصوم هاد السواع كاملي. ومن اللي نفطره نديرو بحل فرمضان. انطحوا على المسمان وبغرير والخبز والمقلي والحلويات. اكيد لا. النظام الصحيح هو نصومه 16 ساعة ونفطره 8 دي الساعات. ولكن يكون الاكل صحي. مثلا نبدأ من 8 حتى الاربعة بعد الظهر. او لا من العشرة دي السباح تستة ديال العشية. او لا الجوج ديال الظهر حتى العشرة ديال الليل. يعني اللي بغيتي وحسب الوقت اللي انتي كتبغي تأكل فيه. والناس اللي مراد بالكوليستيرول كيستفدوا من هاد النظام بزاف. وهاد الشي بناء على دراسات واللي اثبتت انه ممكن اصحاب الكوليستيرول يستغنوا على الادوية ويعوضوه بالصيام المتقطع. ولكن خاصهم خلال 8 ديال السواع. ياخدوا احتياجاتهم من الاغذية الصحية كلها. سواء كانت احتياجاتهم الفين سعر حرارية او لا اكتر. وبالنسبة اللي بغوي نقصو الوزن. فكي ياخدوا غير الف وخمسمائة سعر حرارية. خلال ديك 8 ديال الساعة. يعني نبدو بشوية ديال الخضار تكون خفيفة وعمرة بالسوائل باش نهيه والماء اذا استقبل الطعام. ومن بعد نجيو الوجبة الرئيسية اللي خاص يكون فيها نسبة ديال بروتين يفضل تكون عبارة على سمك. ثم بعض النشويات حسب الاحتياج ديالك. والخضار والفواكه طبعا. وما ننسوش شرب الماء بكثرة. اذا الصيام المتقطع هو نظام صحي. اللي زيادة على قاعد الفوائد اللي ذكرت قبل. كالتفرص في الجسم ديالنا خلال ساعة الصيام هورمون النمو. اللي كيحافظ على العضالات. وكيحفز بنائها. وبغيت نقول لكم كذلك. إلا بغيتون دير فيديو على يوم كامل من واجبات الصيام. المتقطع قولوا هاليال تحت في التعليق. كيب قلت لكم خليو هاليال تحت في التعليق. وأكيد على راس والعين غادي اللي بي الطلب. بتنقول لكم أنه الصيام المتقطع من الأحسن أنه يدار شهر واحد. يعني ومبعد عوتاني دقسي واحد الخمسطاش اليوم اللي غدي تمشي فيه على نظام غذائي عادي صحي. بحل ذاك الرجيم اللي كنت عطيت قبل. ومبعد عوتاني لو بتترجعي ليه باش يزيد يحفز عوتاني جسم ديالك باش يحرق أكتر. ممكن. بغير هو ما تاخديش بشكل مستمر. باش ما يعودش عوتاني بالضرار على الجسم ديالنه. مهم تمنى أن الفيديو ديال اليوم يكون أعجبكم. إلا كنت أول مرة كتشوفي القناة ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالفيديوهات. وما تنسوش تبرتجي والفيديو. وكنقول لكم شكرا بزاف وخليتكم على خير.